إن إجراء اليوم يرسل رسالة مهمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تطلق وعودا مفرغة عندما أطلق وعدا التزم به أفي به لم ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الثاني عشر من الشهر الحالي لإعلان موقف بلاده النهائي من الاتفاق النووي مع إيران خرج ترامب ليعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي طالما وصفه بالسيء منذ حملته الانتخابية وأنه سيعيد فرض عقوبات على إيران تلويح ترامب الانسحاب قبلا أقلق البيت الأوروبي الذي دافع على الاتفاق معتبرا أنه يعزز السلام إلى بروكسل وقبيل الإعلان في الوقت المستقطع تداع مبعوثون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إضافة لإيران بهدف مناقشة الاتفاق النووي تفاديا لأي تصعيد قبيل الانسحاب الأمريكي المتوقع في أي لحظة في المقابل توالت الردود الإيرانية بكثافة وعلى أعلى المستويات والقاسم المشترك بينها هو أن طهران لا تخشى العقوبات الأمريكية أو الهجوم العسكري ومستعدة لأسوأ السيناريوهات وأن الولايات المتحدة لا تفهم إلا بلغة القوة بين التصعيد الأمريكي والإيراني هناك صوت ثالث من داخل الاتحاد الأوروبي ومن داخل الإدارة الأمريكية نفسها يحاول إنقاذ الاتفاق من خلال تعديل بعض البنود فبريطانيا ورغم إعلان تشاؤمها من الانسحاب الأمريكي إلا أن رئيسة وزرائها تيريزا مي صرحت أنها ستواصل العمل مع حلفاء بريطانيا لمعالجة أي قصور في الاتفاق أو تعديله فهو أفضل سبيل لتحييد خطر إيران النووي انسحاب ترامب جاء بعد أيام قليلة من كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوثائق قال إنها تؤكد أن طهران لا تلتزم بالاتفاق نووي وتخدع العالم وكان أول المصدقين للوثائق دونالد ترامب والتي قال إنها تثبت وجهة نظره حيال الاتفاق إذن يعود ملف إيران النووي إلى المربع الأول وربما إلى ما قبل ذلك بعد أن فشلت كل محاولات الإنقاذ الأوروبية ويبدو أن المشهد ذاهب نحو تصعيد أكبر بين واشنطن وطهران وكلمة السر أمن إسرائيل